السلام البنات كده يا ريلا بس عليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد الفيديو ديال اليوم أكيد يستحق أنكم تدعموه باللايكات وتوصلوه الأكبر عدد من اللايكات لأنه فيديو مهم غنعتكم وصفة رائعة وسحرية استعملتها الأخت معانا في القناة بعد معاناة من تأخر في الإنجاب وتم الحمل ديالها بتوأم ما شاء الله توصلت معايا في الإنستغرام وبغا تقاسم معكم الوصفة لأنها كتشوف بزف ديال التعاليق ديال السيدات اللي عندي في القناة كيتمنوا الحمل وكينتظروا بفارغ الصبر فحبتها هي تشارك معاكم هاد الوصفة هدي لا ربما تكون تنتم سبب في الحمل ديالكم وتفرحوا جميع الأخوات بالحمل بتوأم إذن تابعي معايا الفيديو تل الأخير باش تعرفي الوصفة مع النصائح باش تعلي من فرص حدود الحمل بتوأم كيفما كان عارفو بأن الحمل بتوأم كيكون عندو عدة عوامل كيسببوا هاد الحمل هذا منها تقدم المرأة في السم منها كذلك يعني نمط ديالها تغذية ديال السيدة وكذلك الوزن تهوة كيلعب دور كبير في هاد المسألة وبالإضافة إلى التاريخ العائلي ووشف العائلة كينتوائموا للا وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج تأخر الإنجاب اللي هي كتكون معروفة ومشهورة منها الكلوميد اللي هو كي يسبب هذا الحمل هذا يعني بتوأم لأنه كيساهم في تنشيط عدة بوايدات وبالتالي كيقدوا يتخصبوا البوايدات ويتم الحمل بتوأم بطبيعة الحال أن هناك عدة طرق طبيعية اللي كتساهم في الحمل بتوأم تناول كذلك المكملات الغذائية بالأخص المحتوية على حمد الفوليك وفيتامين بي وكيوصل الأطباء بذلك قبل حدود الحمل وأثناءه هذا الحمد الفوليك يقلل من حدود عيوب الأنبوب العصبي وكذلك ممكن أنه يسبب الحمل في توأم يعني السيدات اللي بغين يحملوا حاولوا أنكم تاخدوا حمد الفوليك ركيكون بدون استشارة طبية يعني ممكن السيدة وخا ما مشاتش للطبيب ممكن أنها تاخد حمد الفوليك لأنه كيساهم في تغطية الجسم في كافة الفيتامينات اللي محتاج لها وبالتالي كييعزز من فرص حدود الحمل بتوأم وكذلك تغيير نمط الغداء المتبع بحيث أن الدرسات تبتتع لأن السيدات اللي كيحملوا بتوأم كيكونوا كيتبعوا توازن يعني غدائي يومي بطبعة الحال التغذية كتكون متوازنة ومتكاملة فيها البروتينات الفيتامينات وكذلك الكالسيوم وبالإضافة إلى الألياف كل شيء هاد الشيء كامل كيلع بدور كبير فأن السيدة كتنتج واحد البوايدات دات جودة عالية وكيكون عندها واحد النشاط في المبيض وبالتالي كيتم الحمل بتوأم كذلك السيدات اللي كيحملوا بتوأم كيستهلكوا منتجات الألبان والمنتجات الحيوانية على وجه الخصوص منتجات حليب الأبقار يعني هاد الأمر هادا تهوى ضيفه المعلومات ديالك وكذلك البطاطا الحلوة الاستهلاك الكبير للبطاطا الحلوة يعني ماشي البطاطا العادية البطاطا اللي كتكون حلوة المضاق هاد البطاطا هادي كتساهم في أنها كتحفز هرمونات الجسم ديال السيدة وبالتالي كتنشط لها المبيض وبدل من أنه كيتلق بويضة واحدة كيولي يتلق بويضتين كل شهر يعني هاد الأمر هادا كيعل من فرص حدود الحمل وبالتالي إنجاب التوائم كذلك الحمل بعد سنة ثلاثين بطبيعة الحال أن الأمر غاد يستغربوا لول كتير من السيدات ولكن هاد الأمر هادا الدراسة تبتتع لأن السيدات للعمر ديالهم كيفوا قربعة وثلاثين سنة ممكن يحصل عندهم الإنجاب بتوائم يعني ممكن يكون واحد النشاط زائد في المبيض ديالهم ويطلق بويضتين هذا الأمر هذا ممكن يسبب لهم الحمل بتوائم هذا لا يعني أنك لكنتك ترغبية في التوائم تأجلي الحمل ديالك اللي واحد العمر متأخر فتبعي يعني إلا كنتي صغيرة في سن تبعي فقط وصفات طبيعية لتنشيط المبيض اللي غنذكر لك منها واحد الوصفات جربتها الأخت وكان الحمل بتوائم بطبيعة الحال باش تحفز المبيض ديالك ينتج البويضات باش يتخصبه ويكون عندك توائم الحفاظ على الوزن ضمن نسبة معينة بطبيعة الحال أن الوزن المنخفض ما كيقديش لهذا الحمل هذا خاص ضروري السيدة تكون عندها وحد الوزن قريب من الوزن الميتالي أو أنها تكون يعني الشكل ديالها مقبول بالإضافة يعني تكون الطول ديالها متوازي مع الوزن ديالها باش يحدث عندها هذا الحمل بتوائم كذلك خاص تتعرفي بأن الدهون في الجسم يعني الدهون تكون ماشي يعني وحد البطن بارز أو أن الدهون تكون متركزة على الأرداف غادي تكون جيدة لا خاص ضروري تكون دهون ولكن تكون دهون مقبولة يعني يكون واحد البطن شوية بارز ولكن ماشي مسطح يعني البطن المسطحة كيكون عندها احتمالية قليلة أن السيدة تحمل بتوائم يعني البطن البارزة شوية يعني تكون واحد الدهون شوية متركزة على مستوى البطن هاد الأمر هادا كيحفز المبيض بصورة أكبر وكذلك كيساهم في إفراز هرمول أستروجين بصفة يعني منتظمة باش كيحدث الحمل بتوائم وبطبيعة الحال ضروري باش تخططي للحمل بتوائم خاصك 16 الطبيب ديالك في هاد المسألة هدي باش يعطيك النصائح المناسبة ليك باش تبعيهم تيو الزوج ديالك ويتم تخصيب بتوائم تناول الزوج ديالك لعنصر الزنك يعني العنصر ديال الزنك اللي كيكون في الأطعمة الغنية بالزنك مثل الخضروات الورقية المحار الجزر وغيرها كتزيد من عدد الحيوانات المنوية ومن ثم يمكنها تلقيه أكثر من بويضة واحدة وكذلك يعني بالنسبة لطريقة الأكلات اللي كتساعدة للحمل بتوائم اللي هما منتجة الألبان الدراسات تبتسع لأن الانتظام في تناول منتجة الألبان كيعزز فرص المرأة في الحمل بتوائم مقارنة مع غيرها من السيدات خاصة منتجة الألبان المشتقة من الأبقار بطبيعة الحال الفواكه والخضروات الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادل المفيدة للجسم كيزيد من احتمالية إنجاب توائم ولأن الخضروات والفواكه تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادل بحال الكيوي الجزر البطاطس البروكولي فإن التناول ديلها بانتظام بصورة كافية كيزيد من احتمالية الحمل بتوائم كذلك اللحوم تناول اللحوم بصورة منتظمة في النظام الغدائي خلال فترة التخطيط للحمل بتوائم كيزيد من احتمالية هذا الحمل هذا لذلك فإن السيدات اللي كيتبعوا نظام غدائي نباتي كتقل الفرص ديالهم في الحمل بتوائم كذلك بطبيعة الحال خاص ضروري السيدة اللي كترغب في هذا الحمل هذا تاخد واحد الوصفة اللي غنذكرها الكتابة حاولي أنك تسجلها باش يتم عندك الحمل لا ربما تكون السبب ديال الحمل ديالي هاد الوصفة هادي غادي نذكرها لكم كيف ما أعطتها ليا الأخت باش تعم الفائدة وباش تطبقوها كما يجب ولقيت أنها فعلا غادي تساعدكم وغادي تنشط لكم المبايت ديالكم أولا ملي جات هاد دورة الشهرية يعني في اليوم الأول دارت ثلاث تمرات يعني ملي كتها بطل الدورة يعني ماشي الأوساخ البنية باش تفرقوا بين هاد المسألة هادي لأن بزاف ديال السيدات كيتناولوا وصفات وأعشاب مسخنة وكتكون عندهم فقط إفرازات بنية ممكن تدل على انغراس البويضة ويديروا هاد الأعشاب وبالتالي تسبب لهم مشاكل فملي تنزل عندكم الدورة الشهرية باللون ديالها المعتاد غادي تاخدي ثلاث تمرات غادي تديرهم يعني فوق البخار على البخار غادي تدير ثلاث تمرات غادي تدفي لهم نصف ملعقة من حب الرشاد غادي توزعي على ثلاث تمرات وهما كيتبخروا يعني تكيو اللي ورطب وعاد من بعد غا تناولي ثلاث تمرات يعني من بعد إما تناوليهم هاكاك ولا تدير تمعسيهم بالشوكة باش انهم يجيوا بحل واحد أعجين يعني وتناوليทلا غادي تناولي هالثلاث تمرات كل يوم على الريق كل يوم ديال الدورة على الريق ثلاث تمرات مع نصف ملعقة حب الرشاد وكذلك من بعد غاديء من بعد السيدة اللي قالت لي هاد الوصفة هادي كانت كdadeير يعني كذلك في آخر أيام الدورة درت زنجبيل مبشور كانت كتتناول الزنجبيل مبشور ومن بعد كتتمشى يعني تناولت كأس واحد من الزنجبيل في آخر أيام الدورة يعني في اليوم الآخر من الدورة اللي تبغيت تغسلي من الدورة غادي تناولي على الريق كأس من مغلاء الزنجبيل ومن بعد تتخليه يدفع وعدة شربه وغادي تمشى وغادي تلاحظي الأوساخ اللي غادي تهبط معاك اللي كانت كتتعوق وراء وبطبيعة الحال كل منقطة الرحم ديالك كل ما كانت كتهيئه باش يستقبل بويضة المخصبة وكذلك هاد الحب الرشاد را عنده بزاف ديال فوائد كي ينشط المبايد وبالتالي مفعول دياله بحل و بحل الأدوية ديال التنشيط ديال الإبادة كذلك في آخر أيام الدورة يعني اليوم اللي دارت فيه الوصفة ديال الزنجبيل دارت فيه في الليل دارت واحد يعني واحد المغلة ديال الخزامة باش تبخرت بها وحيدت قاعدك البرودة اللي كتكون في الرحم وكذلك الأوساخ اللي كتكون في جدار الرحم وبالتالي نقاط الرحم ديالها بعمقه يعني هيئاته باش يستقبل البويضة المخصبة إذن كان هذا هو الفيديو ديال اليوم والوصفة ديال اليوم اللي اتقاسمتها معاكم الأخت وكانت حامل بتوأم تفاجآت يعني من دارت الصنار وصفتت لي الصنار اللي هو كان يعني الصنار اللي دا درته لكم في الفيديو هذا هو الصنار ديال الأخت اللي كانت دارت الليكوغرافي وصفتتها لي ومشاء الله والله يتبت الحمل ديالها وألف مبروك لها مرة أخرى إلا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال دي ما دعموني باللايكات ولا عندكم شي استفسار خليوا هالي في تعليق أسفل ترجمة نانسي قنقر